السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزقنا متابعي دروس للرخصة الإيطالية مع حضراتكم محمد هلال والنهاردة سنحل إمتحان عن فصل صغير عدد إمتحاناته قليلة ولكنه فصل يعني الأسئلة بتاعته حويطة شوية الأسئلة بتاعته بتلف وتدور الفصل الاثناشر بتاع الدستانسة دي سيكوريتسا الفصل كاملا مية خمسة وثلاثين سؤال مالهمش لازمة يعني حاجة بسيطة خالص كده يعني ولكن الكلمات والمعاني متشابهة بشكل كبير جدا يجعل الناس تقع وتتكعبل فيها هنخش مباشرة في امتحان في الدستانسة دي سيكوريتسا نشوف الامتحان هاجلنا بقى شكله ايه وكيف نتغلب عليه هم كلهم على بعض قليل دي أول سكيدة هم كلهم على بعض كام سكيدة او اربعة كده يعني اللي بنتحان الفصل كله على بعض اربعة الاربعة في اربعة بستة عشر مية وثلاثين سؤال هو اصلا تحريريا مية خمسة وثلاثين يعني تمام اول سؤال بيقول لنا ايه لديستانسة دي سيكوريتسا دي في اسر منتنوتا بير ايفيتاري لسكنترو فرونتالي مسافة الامانة يجب ان نحافظ عليها لكي نمنع ايه؟ التقابل الامامي او الاستضام الامامي او الاستضام الامامي او الاستضام الامامي اللي بتسبقنا اللي قدام مننا ما لناش دعوة بالسكنترو فهنا فالسو الاسباتيو المسافة الاجمالية للوقوف ايه باري تساوي الاسباتيو تساوي المسافة اللي انت بتقطاعها اثناء الفرمالة لا اه مش مزبوط كما ده تاني سؤال ايه غلط لان الاسباتيو المفروض بتساوي ايه مفروض بتساوي الاسباتيو لالريقسيوني ولا تساوي الاسباتيو لالريقسيوني زائد الفرمالة هنا في السؤال قلينا التوتالي بتساوي الفريناتورة فبالتالي فالصو لانه نسي او ما قلناش الريقسيوني معها ما ارتضله ايه هنا اعمل سؤال الاسباتيو لا يقول لك استضام بقى فرنطالي أو لا يعرف استضام يمنع الاستضام Lospatio defernatura aumenta seladerenza ترى Pneumatici asphalto bas لا أعرف أن الفرمالة تزيد بذلك تقف خمسة تقف عشرة حلل السؤال وافهم Seladerenza ترى Pneumatici asphalto bas ولكن لو كان الاحتكاك ما بين الكاويتش والأسفلط وليلة لا يوجد احتكاك فقط يعني لا يوجد احتكاك ولكن لا يوجد احتكاك يبقى المسافة تزيد يبقى zero غير يا عام La distanza minima dissecuretza ses viaggia a cento cinquanta لو ماشى على سرعة 150 كيلو يبقى اقل مسافة امان تبقى 42 شركة 40 هنشيل الصفر ونضرب الناتج الموجود باقي في ثلاثة الخمستاشر في ثلاثة بخمسة واربعين خمسة واربعين من ثلاثة واربعين الفرق ثلاثة متر يعني مش كتير قوي فيبقى zero Valori della distanza dissecuretza deve mantenere دا una makina spandatrice di sale in azione 20 متri المسافة بتاعة الامان اللي تحافظ عليها ما بين ما بينك وما بين spandatrice di sale العربية اللي بتروش الملح مسافة الامان بتكون كام 20 متر zero Valori della distanza dissecuretza da mantenere da una makina spandatrice di salinazione quindici 15 متر لا احنا قلنا في السؤال لفتكة 20 والعشرين هي الصح فال 15 متر هتبقى غلط فالص in un secondo cc per core 42 متر cc viaja a 150 شيل الصفر بتاع الكيلومتر واضرب في ثلاثة 15 في ثلاثة بخمسة واربعين قدامنا 42 الفرق بسيط يبقى zero la distanza minima dissecuretza sisi viaja 130 deve essere 20 طب تمام نشر الصفر من 130 ونضرب في ثلاثة 13 في ثلاثة بكام 39 لو مش عارفت تدرب 13 في ثلاثة اجمع 13 ثلاثة مرات 13 زائد 13 36 زائد 13 16 26 20 انا اسف زائد 13 يبقى 39 هنا في السؤال يجب لنا 20 متر فالفرق كبير ما بين ايه ما بين 39 و30 والعشرين اللي حضرتها لنا فبالتالي الإجابة falsa in un secondo cc per core تشير كواترومتر لو تمشي 4 متر في الساعة في الثانية انا اسف يبقى انت بتمشي على صورة 50 كيلو في الساعة نضرب في ثلاثة الخمسين داك هنشيل منها صفرة تبقى خمسة ثلاثة خمسة بخمستاشر اللي قدامنا دي كام أربعة يعني بعيد قوي عن الخمستاشر اللي يبقى فالصو la distanza di sicuretza ik kum misurata anche al typo del vehículo كي segwe المسافة الأمان بنقصها بناء على العربية اللي بتتبعنا العربية اللي ورانا كي segwe فالصو عش دعوة باللورانا la distanza minima di sicuretza si se viaja 150 اللي هو ماشينة على 150 تبقى 25 متر مسافة الأمان أقل لمسافة أمان ستبقى 25 متر لماذا يعني سنشيل الصفر ونضرب في ثلاثة للخمستاشر في ثلاثة ب45 هنا قلنا 25 يعني فرق كبير قوي يبقى فالصو lo spatio total diar resto aumenta la velocita مسافة الإجمالية للوقوف تزيد تبقى كبيرة تحتاج مسافة كبيرة أمتى لو السرعة بتاعتك زادت ايوة طبعا لو سرعتك زادت بتحتاج مسافة كبيرة عشان توقف مسافة كبيرة للtempo di reaccione ومسافة كبيرة للفرنتura فبالتالي لو زادت السرعة بتزيد مسافة ويبقى هنا 0 valor della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche impasi al efficienza di freni قيمة مسافة الأمان يتم ضبطها أيضا بناء على كفاءة الفرامل ما قالك أنه فرامل يبقى قصده على الفرامل العادية فرامل الرجل freno di servizio إنما في الأسئلة التالية لما يقولك freno di staccionamento يبقى قصده على فرامل اليد ففرامل اليد ملاقش دعوة بالdistanca di sicurezza ملاقش دعوة بالحكاية دي كلها فهين قالك بس freno يبقى vero la distanza di sicurezza e come misurata anche alla presenza del servo sters ومسافة الأمان يتم تقييمها بناء على السيرفو sters وأن الطارة بتاعتك باور الدركسيون باور الجدون باور ولا الجدون ليس دعوة الجدون التارة الدركسيون ليس علاقة بمسافة الأمان انت مسكه في ايدك هيأثر في ايه؟ فالسو طبعا la spazio di frenatura si riadopia si la velocita si riadopia مسافة الفراملة بتبقى ضعف لو سرعتك بقت الضعف لا احنا قلنا اضرب الأخير ده واطف اثنين الدوبيا اثنين في اثنين تلعت كام تلعت اربعة هنا مكتوب كام دوبيا يبقى دوبيا دوبيا ما تغلبش دماغة تلعت كامل في مسافة الأمان او مسافة الأمان بتتأثر او تدخل بالتركيز السواء أو تركيز السواء بيؤثر في مسافة الأمان ايوة طبعا يؤثر يبقى لنا تركيز ناديستانسا دي سيكوراتسا دي في اسرق المانو تشينتوماتري انكازو دي نافيكاتا انعتو في حالة الوجود الدنيا بتعمل نافي تلج بتمطر تلج كبير كتير يعني لا طبعا مفيش قانون بينص على كده ففالس لسباتيو دي فريناتورا أو منتا سيلاسترادا بنياتا مسافة الفرملة بتزيد لو كان الطريق مبلول عليه مية ايوه او الطريق مبلول يبقى الاحتكاك قليل يبقى بالتالي مسافة الفرملة بتبقى كبيرة ليه بدل ما بتقف عشرة متر بتقف خمستاشر متر بتقف عشرين متر ماشي فلما شافت الفرملة بتزيد او منتا فيرو فالور دي لستانسا دي سيكوراتسا دي في اسر استابيليتو انك امبازي اللندامنتو بلانوالتوماتريكو دي لسترادا قيمة مسافة الامان بيتم ضبطها بناء على كيفية ذهاب الطريق البلانوالتوماتريكو قلت لكم عليها في الشرح دي كلمة غريبة لما تقابلك في السؤال تدروا فيرو ماشي؟ فيرو البلانوالتوماتريكو قصد على كيفية ذهاب الطريق قصد على ان الطريق في مطلع او في منزل فبنقيم مسافة الامان بناء على الطريق كان مطلع او منزل بنظبط مسافة الامان بتاعتنا فهنا فيرو عشان ما تقول ان انا ما مشرحش بس لا ديستراتسيوني دي كوندوشانتي فقد الانتباه السواق نون رابريزينتا أمبريكولو ما بيسببش خطر سي ليميتا أبوكي سيكوندي فلو كان كم ثانية على الطيار على السريع فقط لها كم ثانية خمس عشر ثواني فخمس عشر ثواني يقول لك ليميتا بوكي سيكوندي هنا قال لك بوكي ما قال لك رقم بساعدك يا رجل يا محترم نحن بنمشي لو انت ماشي على سرقة خمسين كيلو في الساعة يبقى في السانية تمشي كم؟ تمشي أربعتشر متر فلو بوكي سيكوندي يعني لو اتلاهيت كده قد خمس ثواني بس بوكي سيكوندي يبقى الخمسة في خمس عشر بكين ها؟ انا مش شاطر قوي في الحساب بس تعمل لها الخمسة في خمس عشر تعمل لها قد خمس وسبعين كده خمس وسبعين متر ده يحصل فيهم بلاوي تعالنا رجع لسؤالنا لا تسببش خطر لا تسببش خطر فالسو فقد الانتباه لا تسببش خطر لا تسببش خطر فقد الانتباه لا تسبب لا تسبب لا تسبب مش شاطر كده يكبر فقد الانتباه فقد الانتباه تلعب في الراديو أو تظهر السجارة أو تعمل شيئا ممكن لسبب حدث أكيد مسافة الثرمالة تزيد لو الطريق في منزل هناك جاذبية تزقك على طاقف لو الطريق مستوي وتحتاج طاقف عشر متر وانت ماشي على سرعة مؤينة لو ماشي على نفس السرعة ونازل منزل مسافة الثرمالة تزيد هناك قوة جاذبية تزقك يقول لك يمشي فهنا أومنت سرعة مؤينة قيمة مسافة الأمان يتم ضبطها بناء على الغيار المستخدم حاطة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع الغيار ليس دعوة لماذا؟ ممكن تضع الغيار الرابع وتمشي على سرعة خمسين وتمشي على نفس السرعة الرابع وتمشي على سرعة مية الغيار هو هو والسرعة تغيرت فتقييم مسافة الأمان يتم بناء على الغيار المستخدم فالسو الوسباتيو دي فرينتورة سيكواتريبليكا كواتريبليكا يعني كواترو سي لا فلوكتا سيريا الدوبيا لو كانت السرعة إيه الدوبيو إدرى باللاثنين دهيه في اثنين تلعيت كاما تلعيت أربعة ترى هنا أربعة؟ كواتريبليكا يعني؟ اقلو إذا نرى فالوريد الارستانسا لاستخدمك راستبليتو انك إمبازي الانتتاد الكاريكو قيمة مسافة الأمان يتم ضبطها بنائا على ما هي الحمل محمل معك مية ليكويدو محمل معك أش وباية محمل معك في حديد هل ما هي محمل بالضبط ما بناء على حمل تعزيار الماسم تتضبط مسافة الأمان اضافي للأمان هي نصفة الأمان لكن يتبعه بناء على الأمبيتس أمبيتس يعني إتساع أي عرض الطريق نصفة الأمان يتم دبطها بناءً على عرض الطريق عرض الطريق له يصنيبه نصفة الأمان تبعى بيني وبين الذي قدامي وليس الذي جنب مني وبين الذي قدامي فالذي دخل العرض في القصة؟ لا يوجد علاقة، فنجده فرصة سترادي أكسرا أرباني الفلوري ديستانسا دي سيكوريتسا إسمبر باري أستانتا متر نظر بقى على الطريق اللي هو خارج المدينة قيمة مسافة الأمان يكون دائما سبعين متر لا يوجد قوانين أو مسافات ثابتة في مسافة الأمان إلا العشرين، عشرين مئة اعرف الفيديو، اسمع الفيديو لكي تعرفهم فهنا سبعين متر فالسو ستبقى ليلة بيضة الوسباتسيوتوتالي ديارستو أو منتاس دمينويش لفيلوتشتا مسافة الإجمالية للوقوف تزيد لو قلت السرعة هد السرعة تحتاج مسافة كبيرة لكي تقف لا يعني بالعكس فالسو لو سرعتك زالت تحتاج مسافة كبيرة لو سرعتك قلت تحتاج مسافة قصية قليلة الوسباتسيوتالي ديارستو ديارستو سدجي فولت مجورة ستتاشر فولت ستتاشر مرة سي لا فلوكتاتي قدريبليكة لو كانت السرعة أربعة مرة زيادة الاربعة فاربعة بكي قدريبليكة يعني أربعة الاربعة فاربعة بستاشر ستاتش ستاتش ستتاشر فل سل دستانسة ديسيكوراتسا انفلويسكونو لادرانسا إلى كونديسيوني الانتشي في مسافة الأمان تتأثر بمين؟ بالادرانسا بالاحتكاك والكنديسيوني وحالة الكويتش الكويتش أحتكاك جيد أو لا والكويتش الجديد أو قديم فمسافة المن بتتأثر بكده فعلا السواء مفروض بيقيم مسافة الأمان أيضا بناء على سرعة المركبة اللي هو سائقها نفسها سائق عربية على سرعة خمسين على سرعة سبعين على سرعة تسعين فبناء عليه بتقيم مسافة الأمان فيرو مسافة الأمان بيتم احترامها لكي لا نصطدم بالمركبة التي تسبقنا اللي قدام مننا فيرو سواء وفي مسافة الأمان التي نحترمها عن المركبة التي تسبقنا بتتدخل أو تؤثر من نوع السيرفوس تيرسو الطرى بتاعتك باورا ولا لا الجدون بتاعك باورا يعني خفيف ولا تقيل لا ما نرى شعاله عقا طبعا هنا فالسو السيرفوس تيرسو ديبيند دالة كونديتسيوني للأسفلت ومسافة الإجمالية للوقوف مرتبطة ديبيند ناخد بالنا من ديبيند وينديبيند ديبيند يعني مرتبطة بحالة الأسفلت فيرو المسافة الإجمالية للوقوف بتزيد لو الكويتشات كانت إيه مستهلكة وزوراتي فيرو المسافة الإجمالية للوقوف سيلاسترادة إيه النباتة مسافة الفرمالة بتزيد لو الطريق عليه تالجنيف فيرو مسافة الأمان مسافة ثابتة سابتة لا مش سابتة متغيرة بعوامل كتير جدا من السرعة وحالة العربية وحالة الكويتشات وحالة الأسفلت وحالة الفرامل مش سابتة إطلاقا فهنا فالسو الفالور ديبيند ديبيند مسافة الأمان ما بينك ومن عربية اللي بتزوء التلج سجومبرا نيفي شغالة كمان تزيوني عشرة متر فالسو وحنا قلنا عشرين ديستانسة فرق أوتو تريني إنتبريدانسة ديستاني ديبياتو ديستورباسو فرق دي لورو أوتو تريني عربيات نقلة إيل عربية بمقطورة مسافة ما بين عربيتين النقلة إيل بينهم وبين بعض المفروض تكون كم ديبي إسر باري ألمينو ديشي متر تكون تساوي عشرة متر فالسو نأخذ أحد كوريجي وممكن أن أغلط لأنني بشر ككم وتعرضنا للمجال نأخذ أحد كوريجي ممكن أن يكون غلق أخطاء سهوة أو نسوق تقدير أيضا كوريجي 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 نرى ما هي كم 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 زيارو الروري زيارو الروري الحمد لله ربنا أكرمنا ويجبنا زيارو الروري في أول امتحان في الدستانسة دي والى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته